خلونا ننتقل مع حضراتكم للخبر التاني والحكاية التانية وهو بتتعلق أو بيتعلق باسترداد مصر 114 قطعة أثرية من فرنسا على مدار الأيام أو على مدار السنوات القليلة الماضية كنا بنلاحظ مدى تطور العلاقات المصرية بكل الدول في العالم العربي وفي العالم الأوروبي كنا دايما نسمع في تعاون مصري فرنسي على النطاق السياسي على النطاق استقافي على النطاق العسكري ولكن يوم الأربعاء الماضي كان في تعاون بين الدولتين على النطاق القضائي كان في تعاون قضائي بين النيابة العامة المصرية وبين أيضا السلطة القضائية في فرنسا يوم الأربعاء الماضي كان في وفد رفيع المستوى بقيادة النائب العام المستشار حمد الصاوي النائب العام المصري وكان أيضا من ضمن الوفد المرافق حضرته مع الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار استطاعوا أن يستردوا 114 قطعة أثرية كان تم تهريبهم من داخل مصر وده يبين قدرة الدولة لما تكون مستقرة مش بس تكون قادرة على حماية حقوقها لا ده يتكون قادرة كمان على استرداد حقوقها المهضرة فكل التحية لرجال النيابة العامة المصرية وكل التحية للرجال الدبلوماسية المصرية على هذا الإنجاز العظيم استرداد 114 قطعة أثرية طبعا مما لا شك فيه أن 114 قطعة أثرية لا يقدروا بثمن لأنه يمثل لنا تاريخ مصر وتاريخ مصر لا يقدر بثمن وإن شاء الله يكون فيه نجاحات أكثر ويكون فيه تحجيم أكثر لمهربي الأثار